لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هو يدرك تماما للمغرب ان بؤر النزاع عندما تشتعل تتخل فيها قرارات ألا للمغرب رح يضرب عصفرين بحجر رح يطبع علاقاته مع إسرائيل وفي الوقت نفسه يشعل حرب واللوبيات الإسرائيلية والصهيونية الموجودة في العالم ستدعم بلا أدنى شك الموقف المغربي ولن تدعم الموقف الجزائري الجزائر التي أعلنت مناهضتها للتطبيع مع إسرائيل إذن إخواني الكرام ملخص والملخص والمفيد أن المغرب لديه حروب سرية على الجزائر من زمان حروب استخباراتية سرية على الجزائر يحاول ضرب استقرار الجزائر الداخل يحاول ضرب حدودها يحاول ضرب الدور الذي تلعبه الجزائر في كثير من الملفات وقد نجح إلى حد ما بسبب تحول النظام الجزائري من نظام لديه فكرته ولديه مشروعه إلى نظام عصابة ليس لها مشروع إلا نهب المال العام على مدار سنوات في عهدي متفريقة ذلك الفراغ الذي تركته الجزائر استغله المغرب كثيرا فتمكن من توطيد علاقته في ليبيا مع القبائل في منطقة الساحل والصحراء استطاع أن يصنع نفوذ له والآن يريد عن طريق فتح جبهات أخرى أو فتح مسارات أخرى حيث استطاع أن يربط مثلا شاركة في عاصفة الحزم مع قيادة المملكة العربية السعودية وبعد ذلك أعتقد انسحب منها إنها حاول أن يلعب على أوطار الصراع الذي قائم في الخليج بسبب منف قطر أروا الأزمة القطرية حاول أن يلعب على كل الأوتار المغرب لنتساءل ما الذي ستستفيد منه الإمارات في علاقاتها مع المغرب الإمارات علاقتها مع الجزائر هي أهم بكثير ولكن ولاحظوا أنها رغم أن الإمارات معروفة بمناهضتها لتنظيم الإخوان ولا يمكن الآن معروف بها أن الإمارات تتجه في اتجاه يكون هناك دور فيه لتنظيم الإخوان لكن المغرب الحكومة إخوانية ورغم ذلك الإمارات العربية المتحدة تسير في توطيط العلاقات مع المغرب ووصلت إلى حد فتح قنسولية وهي أول دولة عربية تفتح قنسولية في العيون التي هي في نظر الصحراويين محتلة وحتى في نظر المجتمع الدولي الدولي ما زالت القضية قضية تصويت استعمار وفيها مفاوضات إذن ما الذي ستجنئه؟ ما الذي ستجنئه؟ إما أن هؤلاء الإخوان الذين يشكلون الحكومة في المغرب مزرد خضرة فوق عشاو الأساس هو الملك أو أنهم هناك صفقة معينة أهم من مطاردة ومحاربة الإمارات للإخوان أن في دول كثيرة كما هو معروف ومعلوم وليس المجال الحكاية إذن الهدف الأساسي هي الجزائر وإسرائيل بحد ذاتها تدرك تماما بأن التطبيع إذا لم يكن مع دول محورية فلا معنى له هي تدرك أن هذه الدول الصغيرة في ثقلها الاستراتيجي وفي مكانتها وفي ديمغرافيتها وفي موقعها هي عبارة عن فتح شهية عبارة عن صلطة كما يقول وللوجبة هي تريد أن تفتح شهية دول كبرى هي رهان من على من؟ رهانها على تطبيع المملكة العربية السعودية رهانها على تطبيع الجزائر مصر دولة محورية مطبعة خلاص منذ عهد السادات أيضا العراق في مرحلة معينة كان يشكل أهمية كبرى ولكن العراق الآن يغرق تحت الاحتلال الإيراني سوريا أيضا في مرحلة معينة كان يهم تطبيعها ولكن الآن رهي غارقة في حرب الطيران الإسرائيلي رهي رهي فوق دمشق والمصادرة يضربها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب إذن هي يهمها الآن في هذه المرحلة بالذات يهمها هذه الدول هي السعودية والجزائر جزائر يهمها لذلك نجد التركيز الإعلامي على السعودية محاولة ابتزازها والأمر الآخر هو الضغط على الجزائر من خلال الإعلام من خلال استعمال أدوات للضغط على الجزائر وأيضا من خلال استعمال المغرب والمغرب ليس له ملف إلا حكاية الصحراء الشرقية وملف الصحراء الغربية الذي يبدو أنه سيتجه نحو تصعيد وإن كنت أنا على يقين أن الجزائر لا تريد الحرب ولا يمكن أن تسمح بإندلاح حرب البوليزاريو أيضا تهدد بالعودة إلى الحرب إن اقتضى الأمر لأنه إذا وقع عليها هجوم من طرف المغرب مضطر البوليزاريو أن تدافع عن نفسها وأما من حيث المبدأ البوليزاريو تطالب بتوسيع بعثة المينورسو أيضا باستفتاء تقرير المصير وهو الذي يرفضه المغرب لأنني لما دخلت الصحراء الغربية وذهبت هناك والتقيت مع الناس لا يمكن أبدا أن المغرب يراهن أو يغامر ويقامر باستفتاء تقرير المصير لأنه لو فعلها ستطلع النتيجة 99.99% يعني تطلع أربعة تسعات أربعة تسعات بمعنى الكلمة لأنه هناك في الداخل الأغلبية الساحقة من خلال ما شفت في الشارع شارع مدن يتسيطر عليها المخابرات المغربية وتجد الناس يعبرون عن نصرتهم إلى قضيتهم الصحراوية وهذا الذي رأيته بعيني لم يحكى لي هذا الأمر لذلك أنا أعتقد بأن الجزائر الآن محتاجة في هذه المرحلة أن تراجع الكثير من الأوراق وعلى الجزائريين أن يضعوا الكثير من الخلافات خلفهم سواء كانوا بالنسبة للمعارضة أو السلطة على السلطة أيضا أن تستمع للمعارضة وعلى المعارضة أيضا أن لا تكون متشددة وراد كالية في مواقفها بل عليها أن تراعي الكثير من المصالح العليا لأن قضية در المفسدة أولى من جلب المصلحة الجزائر الآن في شمالها البحر أبيض المتوسط مفتوح على تجليات وعلى أشياء كثيرة ستأتي من وراء البحار على شرقها نجد تونس دولة صغيرة حدوة بلا أدنى شك ليست مثل ليبيا ليبيا تغرق في حرب أهلية وهذه الحرب إن تمددت وتوسعت ستمس الأمن القومي التونسي وتصل إلى الجزائر منطقة الساحل والصحراء كلها ملتهبة الآن الحدودها مع الصحراء الغربية إذا اندلعت حرب هناك ستتمدد أصلا وتصل وتكون ملتهبة كلها الغرب كامل لأن الغرب الجزائري كامل سيكون مستهدف لأنه لن تبقى الحرب في دائرة الصحراء الغربية بل شضاياها ستصل إلى الرباط وتتمدد حتى تصل ربما إلى وهران لذلك أنا أعتقد بأن هذا هو واقع الجزائر داخلها هناك أزمة كورونا كما تعلمون هذا التحدي الكبير الذي ستكون له تداعيات وخيمة خاصة أن السلطة للأسف الشديد لم تتعامل بمشروع حقيقي اهتمت بأشياء هامشية حتى وصلت تمرير دستور انتخابات لم تتخذ الإجراءات اللازمة بصرامة أيضا نجد الوضع السياسي غير مستقر هناك أزمة سياسية شاهدنا مقاطعة الناس أكثر من 20 مليون جزائري من الهيئة الناخبة قاطعوا هذه الاستفتاء أو عزفوا عنه أو انتخابوا بلا على هذا الدستور الجزائر مقبلة بدستور لأقلية الأقليات تحكم الأغلبية الرئيس مريض في ألمانيا ربما حتى إن عاد وشفية لن يعود إلى وضعه السابق بل سيبقى يعاني من تداعيات هذا المرض ومخلفاته في الرجل على أبواب 75 سنة وهذا المرض فتاك وكذا الأثار الاجتماعية التي خلفتها الكورونا من الفقر ومن تضمر الجزائريين الناس رح تجوع وتفقر وكذا الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريع لا توجد هناك سياسة اقتصادية ناجعة التحديات الداخلية كبيرة جدا والتحديات الخارجية أكبر والتحديات على حدود بلغت ما لا يمكن تصوره وتصير الجزائر كل حدودها ملتهبة حروب داخلها أزمات تلو الأزمات وخارجها هناك مخططات في إطار الفوضى الخلاقة التي تحركت بقوة في عهد أوباما أو ما سميت بي الخطة الأوبامية لنشر الفوضى الهلاكة في العالم العربي والآن نائب أوباما جو بايدون الذي كان عراب الخطة الأوبامية في ذلك الوقت هو الآن يتوجه إلى البيت الأبيض ويصير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية معناها أربع سنوات أخرى سيعيد إحياء مشروع الأوبامية الذي كان عبارة على سقر من سقور هذه المخططات دعوات الفوضى موجودة أسباب الفوضى داخليا وخارجيا موجودة كل هذه الأوضاع توحي إلى أن الجزائر تحتاج إلى جميع أدمغتها في الداخل أو في الخارج ومن جميع الطيارات ومن جميع الحساسيات المعروف إذن الصحراء الغربية مفتوحة على كل الاحتمالات كل المعطيات تقول بأن المغرب يريد إشعال حرب البوليزاريو في وضع دفاع ترى كيف سيكون موقف الجزائر موقف الجزائر بلا أدنى شك ستقوم بتأمين حدودها ولن تتوقف أيضا على دعم جبهة البوليزاريو معناها أن الجزائر ستكون في حالة حرب وربما تلطل الجزائر لدخول الحرب سواء في ليبيا أو في منطقة الساحل والصحراء وتصل حتى إلى مالي أو في الصحراء الغربية وهذه كلها صارت منا ممكنة جدا لذلك يجب على السلطات أن تكون في مستوى هذه التحديات وعلى الجزائريين أيضا أن يدركوا بأن المرحلة القادمة لن تكون مثل ما مضت فوباء كورونا في الداخل والصراعات سياسية موجودة والوضع الاجتماعي متدهور والاقتصادي كيف كيف والحدود تقرع فيها أو تقرع فيها طبول الحرب هذا ما أردت أن أتحدث فيه إليكم الحديث لا يزال يطول هناك جوانب أخرى سنتحدث فيها بإذن الله في مداخلات أخرى في الأيام القادمة إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه واستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله